طبعا فهذا رح يصير عندي يساوينا صفر هذي بالنسبة 4 low frequency حيصير صفر هسه نيجي على 4 high frequency بالنسبة للتردات العالية هذا المقدار حيصير أكبر بكثير يعني الأوميج أكبر بكثير من الواحد فهذا الواحد رح ينهمل فالشراح يصير عندي حيصير عندي 20 log 1 minus 20 log الواحد رح ينهمل اللي شراح يبقى دي magnitude of j omega over 5 طبعا هنا يعني هذي الأوميج في التاو فهنا هنا التاو يساوينا 1 over 5 فعندما الأوميج يساوينا 1 over tau شراح يصير عندي يعني حيصير عندي واحد للواحد لأن أوميج 1 over tau فراح يصير 5 على 5 فراح يصير log الواحد يعني حصير عندي 20 log 1 minus 20 log أرجع مرة ثانية 1 فهذا رح يصير أيضا نجد صفر وهذا صفر فراح يصير عندي صفر فمعناته عندما الأوميج يساوينا 5 طبعا هذا الأوميج يساوينا 5 العفو هذا الأوميج هذا الأوميج يساوينا 5 هذا الرسم الأوميج المحور فهنا أنا رح أيضا عندي يساوينا صفر هل سيما الأوميج يساوينا 10 على tau شراح يصير عندي حيصير عندي 20 log 1 minus 20 log 10 الأوميج حيصير عندي 10 على tau فتاو يروح ويا التاو يبقى لي بس 10 log العشرة log العشرة واحد وهذا طبعا log الواحد صفر log العشرة واحد فراح يصير عندي ماينس عشرين فمعناه تشبيه ماينس عشرين ديسبول لكل ديكيد هذا بالأوميج 5 بحالة الواحد على S على 500 زائد 1 نفس الحالة بس بدا للأوميج 5 حيصير بالأوميج يساوينا 500 لأن بهذه الحالة التاو حيصير عندي بدال يعني هنا عندي التاو إذا نجي نشوف 1 على 5 هنا رح يصير عندي 1 على 500 فبدال الخمسة حيصير 500 بالحالة الثانية ترجمة نانسي قنقر